اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في عطل جديد من اعطال الكورس الاحترافي في صيانة مدربورد اللابتوب انا معكم المهندس احسان الياسين في فيديو جديد وعطل جديد لدينا عطل في جهاز لينوفو ليجين واي خمسمية وعشرين مشكلة الجهاز جهاز قاطع بوار جهاز لينوفو من اجهزة القيمينج من الجيل السابع وصلنا هذا الجهاز لمشكلة ان الجهاز قاطع بوار نهائيا لا يوجد اي استجابة عند الضغط على زر البوار كما تلاحظون هنا لا يوجد اي استجابة عند الضغط على زر البوار نلاحظ هنا بعد ان قمنا بفك البوار سنتوجه الى دارة الشاحن بداية نقيس الجهود الرئيسية التساطاشهر بولد ابتداء من سكت الشاحن او جاك الشاحن لاحظ هنا جي دي سي اي اين وان سنقيس توزع التساطاشهر بولد اتداء من المسفت الاول في دارة الشحن ثم المسفت الثاني ثم الى منطقة البوار سورس لاحظ التساطاش بولد متوزعة سليمة وطبيعية على الخرج الخرج معدوم هنا الخرج معدوم على خرج المسفت الاول ان يكون الخرج معدوم على المسفت الاول لها اكثر من تأويل قد تكون مشكلة في المسفت نفسه قد تكون مشكلة في المسفت الثاني قد تكون مشكلة في دارة الشحن وقد تكون مشكلة ما بعد دارة الشحن اي ما بعد نقطة البوار سورس يمكننا بكل بساطة وبكل سهولة حصر المشكلة هل يمكن إنه من دقيقة نقطة الـ power source إلى الـ jack في منطقة الشحن فقط المشكلة محصورة في دارة الشحن أم هل المشكلة محصورة فيما بعد دارة الشحن يمكن إنه بأقل من دقيقة حصر المشكلة هل هي في دارة الشحن أم أنها في ما بعد منطقة الـ power source في عنصر ما يسبب overload على 19 ربون الآن سنقوم بعمل إجراء اختبار لنحصل هذه المشكلة في دارة الشحن أما مما بعد منطقة الباور سورس نلاحظ هنا دارة الشحن جاك الشحن المسفت الأول المسفت الثاني ونقطة الباور سورس على المقاومة في R201 لاحظ على المخطط BQ201 المسفت الأول BQ202 المسفت الثاني هنا لدينا غاب ونقطة قصديق في R201 هي نقطة الباور سورس وهي نقطة مفصلية ما بين دارة الشحن وباقي مكونات الباور أو باقي الدوائر وباقي دوائر تنظيم الجهد هذه نقطة الباور سورس النقطة المفصلية ما بين دارة الشحن وباقي الدوائر إذن المشكلة ليست في دارة الشحن المشكلة في عنصر عنصر ما يستلم 19 باور ويقوم بعمل الدروب لـ 19 على الأرض فأنا مشكلتي في عنصر ما يستلم 19 على الخط الرئيسي أو 19 باور بهذه الحالة سأثبت يدي بعملية الحقن وسأقوم بالتحسس على كل أجزاء الباور لأحدد العنصر الذي يسخن العنصر الذي يسعب الأمبير سألاحظ عليه حرارة جدا لاسعة لاحظ مجرد أن قمت بالتحسس على أجزاء الباور لحظنا في هذه المنطقة لاحظ هنا لدينا مكثب لونه متغير وعليه حرارة جدا لاسعة لاحظ سنقوم بتبديل الصورة إلى المجهر أو المايكروسكوب لنرى كيف أن المكثب تالف لاحظ أثار التلف عليه جدا واضحة هنا العطل جدا واضح الآن قمت باستبدال المكثب قمت برفع المكثب من على البورد اختفى السحب إذن المشكلة محصولة فقط في المكثب مكثب متصل مع 19 ربولد وبين مع نفسه تسبب بهذه المشكلة الآن بعد أن قمت بتجميع الجهاز لاحظ بعد أن قمت بتجميع الجهاز واستبدال المكثب لاحظ عمل الجهاز باور داتا وبشكل طبيعي دون أي مشاكل لاحظ كل شيء عاد إلى طبيعته عطل من أسهل الأعطال وأبسطها أن يكون لديك شورت على الخط الرئيسي على خط 19 بولد نلتقي معكم بعطل آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة